وسط التوتر العسكري الذي يشهده الشمال السوري يكشف وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو النقاب عن محادثة أجرها قبل أشهر مع نظيره السوري فيصل المقداد على هامش اجتماع دول عدم الانحياز في بيلغراد وأرفق أوغلو كلامه بالحديث عن ضرورة وجود إدارة قوية لمنع انقسام سوريا مشددا على أن الإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف ويضيف الوزير التركي أن ثمت ضرورة لمصالحة المعارضة مع دمشق بطريقة ما وإلا فلن يكون هناك سلام دائم وفق تعبيره وبحسب معلومات الميادين فإن مبادرة أوغلو فاجأت حينها الوزير السوري خصوصا في ظل المواقف التي تبنتها أنقر على مدى سنوات ضد الحكومة السورية مبادرة تبعتها قبل فترة وجيزة تصريحات للوزير التركي نفسه أعلن فيها أن بلاده ستقدم كل أنواع الدعم السياسي إلى النظام السوري من أجل إخراج الإرهابيين من المنطقة مشددا على أن من حق سوريا أن تزيل تنظيمات مثل قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني من أراضيها بالتوازي كشف الرئيس التركي رجب طي بردوغان قبل أيام أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أخبره في قمة سوتي بأن حل الأزمة السورية سيكون أفضل بالتعاون مع نظام الرئيس الأسد وأنه أبلغ بوتين أن جهاز الاستخبارات التركي يتعامل بالفعل في هذه القضايا مع الاستخبارات السورية مؤكدا الحاجة إلى دعم روسيا في هذا الصدد كل هذا يوحي بتحول في رؤية تركيا وتعاملها حاليا ومستقبلا مع دمشق